اشتركوا في القناة 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 الاحتفال الذي ربما على صغر حجمه ينبئ عن خطوة نوعية في العلاقة بين الجامعة من ناحية ومؤسسات المجتمع من ناحية اخرى ثم هي علاقة نوعية مع اليابان والمؤسسة جايكا ونرجو ان تكون هذه الدورة طوال مؤشر جيد لنوعية العلاقة التي يمكن ان تتم بين الجامعات بشكل عام في فلسطين وبين الجامعة الاسلامية بشكل خاص وبين المؤسسات والجامعات اليابانية الحقيقة يعني انا لا اريد ان اضيل كثيرا في مجال الاتفال لكن تعوني ان اركز على نقطتين او ثلاثة واحدة منهم ضرورة الاتفال الاستمرار في هذه الانشطة وتعزيزها بما له الاثر الكبير للتوافق والتفاهم الحضاري المشترك بين مختلف الحضارات وبتصور في الوقت الذي نحن فيه نقترب الى ان نعيش في قرية صغيرة ان مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الدورات التي تقوم تتقرب بين الحضارات المختلفة وبالتالي تزيد من التفاهم بين شعوبنا ان شاء الله موضوع الحقيقة الدورة التي جرت تظهر مدى امكانية سد الفجوة الكبيرة بين الدول المتقدمة والدول النامية موضوع الريموت سينسينج والجاي اس حكما من الامور المهمة جدا الان في استدام الموارد الطبيعية وهي في نفس الوقت لا تكلف كثيرا اذا امكن توظيفها التوظيف الجيء اذا انا مسرور من سماعي ومعالي الوزير ان هذه الدورة ستستكمل ان شاء الله بدورة عملية ان شاء الله في تركيا وتطور انه بعد استكمالها يمكن ان تطبق بشكل جيد وبالتالي كلها الاثر الطيب والاثر المباشر في تنية المجتمع لدينا في فلسطين ان شاء الله كما اذكر نقطة اخيرة وهنا هذا المجال حرص الجامعة الاسلامية على امتداد اثرها وتأذيرها وتأثرها وتفاعلها مع المجتمع المحلي ومع مجسور مع المجتمع الدولي ولذلك نؤكد على مختلفنا مع جائفة نت الان في اعطاء دورة في تعالج اللغة العربية ونحن نعرض هذا الامر ان شاء الله على الاخوة المسؤولين في جائفة الموجودين هنا في فلسطين من غير ناطقين باللغة العربية وحتى يمكن ان تكون نواة ل الدورة تعطى فيما بعض ونشجع الجماعات العربية كذلك الجماعات الدوليسطينية كذلك لكي تساهم معنا في هذا الموجود نشكر الاخوة الجميع الذي شارك بالدورة ونهنئ بشكل خاص الاخوة الزملاء والزاميلات الذين أدوا هذه الدورة ونجحوا فيها ولا ننسى في هذا المجال الحقيقة نشكر شوك الخاص الدكتور علارك مصري الذي كان من ناحية الجماعات الدولية كان كوردينيتر لهذه الدورة مع مضرائي في اليربان نرجو التوفيق للجميع إن شاء الله ننتقي دائما في مناسبات على طريف التقدم إن شاء الله شكرا 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 أخبرنا من المترجمات الأخرى في التفادي من المترجمات في المترجمات أشكركم ونحن أشكرون المترجمات أكذك لهم أن يكون لدينا المترجمات من أشكر الذين يتعرفون هذا الرقم وفي المؤون منها وجايد فنزل ومزاومة على أكثر على المستمعات وم spl. مدينة أريد أيضا أن أدافع السلامة للسلماكة في غزة ذلك على تجربة مدينة ومزاومة على مدينة ومزاومة على نهاية المترجم للقناة المترجم للقناة